هي لمة العوالة فسيفساء جمعت في طياتها الأصالة والتراث والجمال قبيل أسابيع من انطلاق فعاليات الدورة الفضية الخامسة والعشرين من الكرنفال السياحي الدولي بهون منتصف أكتوبر المقبل وإيذانا بانطلاق العمل لمختلف لجان المهرجان مضمار الخيل لفرسان عقد شهداء جارة عاثية شهد إقامة عرس شعبي للفرسان بمشاركة واسعة لعقود الفرسان من الجفرة ووادي البوانيس هي احتفالية جسدت روح التعاون وحسن التنظيم حملت اسم لمة العوالة لتحظى بمشاركة متميزة لعقود فرسان سيل الوادي والقلعة والهيبة من مدينة ودان ولتتميز العروض بمشاركة عقد شهداء وادي البوانيس ولتكتمل الصورة بهاء بعروض شيقة لفرسان عقد شهداء دارت عاثية المنظم لهذه اللمة نحن نستعد لانطلاق التضاهل الكبرى والأرص الخريفي لمدينة ونمهرجان الخريف السياح الدولي في دورته الخامسة والعشرين نستعد كثيرا بهؤلاء الضيوف وبهذا الحضور الجماهيري الكبير الذي التام بميدان الفروسية لما تعوانا انطلقت بعد استكمال كافة الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا لشبيبة الهلال الأحمر فرعهون وسط تأمين من قبل مديرية أمن الجفرى فبعبق التراث وبأزياء الشعبية يفوح منها عبق الماضي وبأزياء ليبية تراثية للفرسان وهم يمتطون صهوات جيادهم مقلدة بسروجها تميزت بالجمال وتنوع نقوشها لمة للفرح وملتقا للحب يرسم مجددا وتصنعه أنامل تطمح للحياة وتحيي أصالة وتراث وتاريخ مدينة تظل شاهدة على عراقتها ويتم تجسيده في كل عام عبر مهرجانها مهرجان الخريف السياحي الدولي به لقناة ليبيا روحها الوطن صالح لمين الجفرى